كلما ارتفع السعر الصرف الدولار تضاعفت معه أسعار كل السلع والمنتجات والخدمات وأصبحت الحياة أضيقة على اللبنانيين فبين السكن والغذاء والكهرباء والملبس والتعليم والمواصلات والاتصالات وصلت كلفة معيشة الأسرة اللبنانية إلى رقم صادم شهريا عمليا إذا أسرة اللبنانية عدد أفراد أربعة لأنه هذا متوسط الأسرة اللبنانية تتراوح كلفة المعيشة شهريا ما بين 39 مليون ومئتين و77 مليون ليرة حسب مكان السكن لأنه في عامل كتير متغير وأساسي هو الإيجارات اللي ارتفعت بشكل كبير تجاوز ارتفاع الدولار فاليوم الحد الأدنى نحن عم نحطه 100 دولار وقد يصل إلى 500 دولار هذا العامل الأساسي هلأ كلفة السلع الغذائية والاستهلاكية تتراوح بين 15 و 17 مليون ليرة شهريا وهذا عم نحكي بالحد الأدنى عندك الاتصالات بحدود 600 ألف ليرة عندك المواصلات النقل حسبنا بالحد الأدنى نحو صفيحاتي بنزيني عم نحكي عن 3 مليون و300 ألف ليرة شهريا وحسبنا مليون ليرة للطالب بالمدرسة هون عم نحكي نقله لحد الأدنى وحسبنا مليون ليرة للأسرة كملابس وأحذي وغيره وبقي شي ما حسبنا أبدا هو كلفة الصحة والاستشفاء اللي هي كتير كبيرة لأنه اليوم الضمان الشركات التأمين الخاصة إذا ما كنت عم تدفعها نقدا بالدولار تعاونية موظفي الدولي لا تغطي شيء فإذا لا صمح الله المواطن الطرفة للمستشفاء أقل كلفة قد تكون 100 أو 150 مليون ليرة بالحد الأدنى العديد من المؤسسات والشركات بدأت تعطي رواتب موظفيها بالدولار نقدا أو تقسمها إلى جزء بالدولار وجزء بالليرة اللبنانية كمواكبة لارتفاع السعر صرف الدولار ومواجهة لغلاء الأسعار فهل مازال معيل الأسرة اليوم قادرا على تغطية كلفة أدنى مقاومات المعيشة؟ لا لأنه نحن اليوم بشكل عام في ناس دولار يترواتبها بس بشكل عام يمكن 70% من العاملين بالدولة والقطاع الخاص رواتبهم بعدها بالليرة اللبنانية وهي الرواتب تم مضعفتها 200 أو 300 بالمية أو حتى 500 بالمية في حين أنه الأسعار ارتفعت بمعدل 1800 بالمية نحن نحكي عن 500 بالمية زيادة الرواتب هناك 1800 لذلك لا تزال الهوة كبيرة بين ارتفاع كلفة المعيشة وزيادة الأجور والأسعار لذلك اللبنانيين بنسبة 70 بالمية عم بيعانوا من هذا الأمر وهي المعاناة رح تستمر في حال استمرار ارتفاع الأسعار حتى لو الدولار بقي سابت لأنه فيه أسعار وأكلاف عم ترتفع إذن 70 بالمائة من اللبنانيين تقريباً أصبحوا اليوم عاجزين عن تأمين الحد الأدنى من متطلبات المعيشة ما يستوجب إعلان حالة طوارئ اجتماعية والعمل على نظام حماية يخفف من أعباء الأزمة الاقتصادية على المجتمع وسط انعدام أي أفق سياسية للمعالجة ترجمة نانسي قنقر